كريبتو دوت نت بيتكوين عالم كنحل احتراف العملات الرقمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو نت بيتكوين قناة متخصصة في العملات الرقمية وبتمنى ليكم كل التوفيق وقبل اي حاجة احب اشكر كل متابعين القناة لو كان في اي استفسار ممكن تتواصلوا معنا من خلال اللينكات الموجودة في الديسكريبشن ولو عندك اي مشكلة خاصة بالمحفظة الخاصة بالتداول ممكن تستشيرنا هتلاقي رقم موجود خاص بالواتس اب اسم اس ممكن تتواصلوا معنا الاستشارة ولو مش مشترك بالقناة ضروري جدا تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول وضروري تتابعونا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام ولوصول الاشعارات بشكل سريع ضروري تضيفوا القناة الخاصة بالتليجرام المجانية اللي عليها توصيات مهمة وممكن تستفيدوا بيها ونبدأ الحلقة الخاصة بنا النهاردة بعد الانترو انتظرونا ورجعنا لكم من جديد البوست اللي انا عامله برا كان ليه سبب على منصة اوكي اي اكس ان فيه برو مجديد وحاجة كبيرة جدا هنتكلم عليها هقول لكم بالتفصيل في المقدمة الحلقة عشان تتابعوني من الاول ولكن باقية المعلومات هتكون موجودة ممكن في وسط الحلقة في اخرها في ربعها في اخر جزء يمكن بعد التترام ويخلص عشان ابقى متطمن وعارف مين بيكمل الحلقة لاخرها ومين بيسمع اول جزء ويسيبها ويقوم ولكن هقول لكم اول حاجة مهمة في رابط انا هكتبه اول رابط في الديسكريبشن وياريت نهتم بيه كويس جدا جدا خلاص الرابط ده موجود معنا من يوم 15 ل30 يونيو تقدر تكسب منه 10 تلاف دولار تمام طيب ده لمين للمتداولين اللي قبل كده الجداد او المتداولين القدام يعني تقدر تعمل متداول لو سواء جديد او سواء قديم تقدر تستفيد من العرض ولكن من اللينك اللينك ده بعد ما تاخده هتعمل من خلال الرابط اللي هتلاقوه اول رابط في الديسكريبشن مكتوب جنبه قيمة 10 تلاف دولار طيب ازاي بتقدر تكسب اول حاجة التداول من دون دفع اي رسوم طول فترة عندنا من 15 ل30 يونيو على المنصة تمام البونس اللي تقدر بقى تاخده الجايزة اللي بقيمة 10 تلاف دولار هتبقى للمتداولين حسب فاليوم التداول يبقى احنا عايزين نعمل تداول جيد عشان نقدر نكسب الجايزة دي وبإذن الله كمان لاخواتي اللي موجودين معي في التليجرام احنا هنعمل مضاربة جديدة زي ما بدأنا في اكيتا عايزكوا تبقوا جأزين لاني عايزة خلني الناس اللي زعلانة كلها من شيبة تبقى سعيدة فهعمل مضاربة بيني ما بينكم وكلكم بإذن الله هتبقوا فيها كسبانين هنتنقل دلوقتي للشرط الخاص بالبيتكوين نعرف السوق في ايه وبعد كده هنكمل تاني مع اوكي اي اكس بشرح المنصة بالتفصيل شرح البيتو بي ازاي تقدر تاخد فلوسك لو انت حتى في مصر من فودافون كاش ازاي تقدر تعمل اداع ازاي تقدر تشتغل شرح حاجات كتير ازاي تكسب الهدية الخاصة بالفرايدي هابي فرايدي نقدر نشوف كل الحاجات دي مع بعض بس بعد ما نتكلم في البيتكوين الاول ونعرف اتجاهات السوق ايه وبعد كده نرجع ونشرح المنصة بالتفصيل التازموا ان انتوا تتفرجوا على الحلقة وما تنسوش تسجلوا من الرابط اللي هيكون موجود في الديسكريبشن عشان ممكن حقيقة تنفوزوا بالعشر تلاف دولار ونكون من المتداولين في الفترة دي من خمستاشر لتلاتين يونيو نخش لشرط البيتكوين هنقدر النهاردة نشوف ايه التطرقات اللي حصلت في السوق بإذن الله ونشوف احنا قدرنا نوصل لايه ويه اتجاهاتنا اللي موجودة في السوق النهاردة ماشي ازاي بالطبع احنا النهاردة نقدر نقول الاول ان الماركت بقى فيه زي ما احنا قادرين نشوف عشر تلاف ربعمية تلاتة وعشرين عملة تمام ونقدر نقول ان الماركت كاب الدخ فيه مبلغ كويس بصوا هنا بالطبع احنا ما تكلمنا كان من يومين كان تريليون وخمسمية وكسور مليار النهاردة بنتكلم في زيادة حوالي متين مليار لان دلوقتي احنا بنتكلم تريليون سبعمية ما يقارب وخمسين مليار 307 مليون ستمية وستاشر الف دولار طيب هنبص نلاقي ان البيتكوين هنا الاستحواز بتاعه اصبح تلاتة واربعين بوينت اتنين والاسيريام قل شوية ووصل لسبعتاشر بوينت اربعة وانا قدر نشوف ان العملات اللي بتتدفع في التحولات الخاصة بالاسيريام برضو لازالت قليلة وجيدة البيتكوين قدر من مبارح لغاية النهاردة ان هو يحافظ على مستوى الاختراك اللي قدر يعمله عندك الاربعين الف واستقر عليه متوقع ان باذن الله انه ممكن هيكون فيه هبوط تاني الهبوط ده هيقدي بنا ممكن لغاية خط الخمسة وتلاتين الف بعد ما يقدي بنا الخط الخمسة وتلاتين يرجع في التصريح ده ويبقى فيه صعود واتوقع ان ساعتها ان الصعود هيكون صعود كبير ارجو ان في التصريح ده ان اي عميل لسه كان بيفكر خايف من البير ماركت خايف من اتجاهات معينة ان يبدأ يعني يتوكل على الله ويبدأ يدخل في الاتجاه الصحي بتاعه ويدخل السوق ولكن يدخل في عملات معينة معروفة مضمونة موشق فيها فيها اتجاهات جيدة لو ما عندكش اي خلفية بالعملات اللي تقدر تخش فيها يبقى افضل يبقى معاك اي شخص استشاري يقدر يساعد حضرتك عشان خاطر تقدر تستفيد باكبر قدر ممكن وتقدر تحقق ربحية جيدة فمحفظتك طيب لو البيتكوين بالشكل اللي احنا قدامنا ده شايفينه بدأ يتحرك ويطلع اكتر من كده هتبقى اتجاهاتنا اتجاهات جيدة ومبشرة باذن الله وهنقدر نشوف اني فيه تطرقات كويسة بنتحرك عليها وممكن يبقى الاتجاهات اللي احنا متوقعينها ان احنا نوصل لها باذن الله هتبقى اتجاهات في اتجاه صاعد بعد التصحيح زي ما احنا شايفين احنا قدرنا نوصل لمراحل معينة بالطبع اخر ثلاث شهور احنا اه عندنا فيه اتجاه هبوط اخر شهر اتجاه برضو هابط ولكن لو جينا نبص مثلا معنا كده الاتجاه الخاص بنا كان اتجاه صاعد لغاية الاربعة وستين الف لو انتم متابعين بالطبع كلنا ايبقى وصل معنا ليه تراتة وستين اربعة وستين بعد كده بدأ الانخفاض اللي احنا فيه وصلنا الاسوأ نقطة قدرنا نوصل لها اللي هي كانت الواحد وتلاتين الف وبعد كده التسع وعشرين الف اللي هي الليلة اللي كانت اصعب الليلة على كافة المجربين في الكريبتو واللي شغالين في الكريبتو وبعد كده بدأنا نصعد ونعود للكمه بتاعتنا اللي هي الاربعين ونستقر فوقها دلوقتي احنا عايزين نقدر نقول حاجات معينة نتكلم فيها بشكل عملي او شكل سريع نقدر نحنا نوصل فيها مع بعض هنيجي هنا نقدر نقف ونشوف معانا دلوقتي احنا كان الخطط بتاعتنا والتخطيطات اللي قدرنا نوصل لها كانت ماشية ازاي وايه هي الاتجاهات اللي احنا متوقعينها باذن الله احنا ناخد في ريمل 4 ساعات عشان يبقى الكلام مزوط ونرجع للشراب بتاعتنا اللي بنتكلم عليها دلوقتي احنا قدرنا نوصل للقمة اللي هي اعلى قمة من امبارح اللي هي يعني ما يقرب ال41 الف دولار بعد كده بيتم كانت تصفيح ولازل هو موجود دلوقتي على خط ال40 الف تفتكروا من يومين انا قلتلكوا ان احنا عند الخط الاخطر ده احنا تكوننا هنا مقاومة لو تفتكروا قلتلكم عليها من بعدها حقيقي لو هترجعوا الحلقة اللي فاتت بدأنا نصعد حقيقي في اتجاه صاعد 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 الحمد لله وبنكمل معنا وقدرنا نوصل لغاية اللي 41 وانزلنا وحاليا احنا وقفين على خط ال40 المتوقع فعلي في القصة دي كلها زي ما احنا كده هنشوف بعد ازنكم ان احنا هيبقى عندنا في تصفيح تاني هبوط الهبوط ده ممكن يجي بنا لغاية الخمسة وثلاثين الف بعد الخمسة وثلاثين الف هيبقى معانا تصحيح وصعود باذن الله وده اللي هيكون متوقع انا عايز اتابع معاكم في ثلاث حاجات مهمين على الشرط اللي احنا موجدين عليه دلوقتي الشرط ده هو اللي هيدفعنا يئما للشراء يئما ان احنا ننتظر عشان نختار نقط دخول معينة الاتجاهات اللي موجودة بتاعتنا من دلوقتي هتبقى اتجاهات على مقاومات معينة هنقف عليها اول حاجة المتوقع حاليا مش استمرار في الصعود عشان ما نقلقش لاني اقوى مقاومة عندنا هنا هي الاتنين واربعين اللي احنا شايفينها دي لو قدرنا نقصر الاتنين واربعين فيكون لنا زيارة في خط السبعة واربعين اللي هو ده بعد كده زيارة لوية الخمسين واثنين وخمسين واستقرارنا اعلى الاتنين وخمسين هتكون استقرارات مبشرة واتجاه مبشر وصاعد لكافة العملات اللي موجودة في السوق كمان مش بس البيتكوين ولكن يجب ان العملات تكون عملات مختارة وجيدة عشان نقدر نتقدم ونطلع ويبقى عندنا تحقيق ربحية جيدة بالطبع يعني ما يبقىش تبقى ماسك عملات سكان وتبقى موجود فيها ومنتظر ان انت هتحقق ربحية لما البيتكوين يطلع ويخترق لانها مش هتطلع بالشكل ده توقعاتنا النهائية في الموضوع اللي احنا فيه حالين ان احنا هننزل لخط اقوى دعم احنا اتكلمنا عليه قبل كده الخمسة وتلاتين بعد ان ما ننزل للخمسة وتلاتين ممكن نزوره بعد ان ما نزور الخط ده هنبدأ في اتجاه ساعد يكسر القمم وبإذن الله متوقع كمان ان احنا نكسر القمة اللي هي اللي هتكون عندنا اللي هي كانت هنا 64 ونقدر كمان نكتازها بإذن الله البيتكوين لسه شوية عليه فاحنا ممكن نكمل في يعني في اتجاه ساعد ده التوقع اللي بنقوله لو قدرنا نكسر ال 42 ألف دولار لانها مقاومة من المقاومات الهامة اللي لازم نسبة فوقيها بشمعة خضرة اغلاق كده انا اتكلمت معكم على البيتكوين هنيجي للحلقة بتاعتنا النهاردة واحنا عايزين نتكلم على منصة من المنصات المهمة جدا في التداول وهي منصة OKEX المنصة دي انا بالنسبة لي احنا اتكلمنا عليها في حلقتين قبل كده وهنعيد تاني عشان احب ان يبقى اخواتي موجودين معايا وبيتابعوني وقدرين يعرفوا ايه فرق المنصات ما بين منصة ما بين مثلا محفظة زي TrustWallet لما تحب تشتري عملات وتكسب منين تقدر تشتري العملات وتكسب مكاسب حقيقية بعيد عن انك تدفع اي عملات ملهاش اي قيمة لجهات يعني انا مش شايف انها جهات يعني تبقى زاد اهمية طيب احنا هنبص دلوقتي ونشوف عندنا ايه في المنصة دي اول حاجة المنصة دي بتتميز انك تقدر اول حاجة تخش فيها من buy and sell وتقدر تتعامل بطرق عديدة في عملية اداع الفلوس على المنصة وتقدر كمان تحقق ربحية وانت بتعمل اداع من اول 100 دولار تمام زي ما احنا بنقرأ هنا اول حاجة احنا هنا لو دخلنا اندوس او من غير ريان انتو شايفين كده عشان شايف قدامنا اول اما بتحط 100 دولار تقدر ان انت تعمل تحصيل ل10 دولار على انك تتداول بالطبع على المنصة ده اهم حاجة عندنا هنا USDT او USD مقابله USDT ممكن تعمل transfer banking انا ما برجحش دايما transfer banking يعني عشان خاطر بياخد وقت كبير ولكن بعض الدول اللي دلوقتي عندها اي مشكلة في الاداع بالفيزا وليكن زي مصر تمام مثلا يعني فانت ممكن تعمل ادع بنكي خلاص لان انت عندك الفيز مقفولة في كل مصر على كافة الاتجاهات وتبعد عن طرق تانية غير سليمة وممكن يبقى فيها مشاكل ومش مظبوطة وتدخلك في اتجاهات تانية او تخسرك من الفلوس اللي انت بدخلها على اي منصر طبعا طيب الطرق التانية في فيزا في مستر كارد في اكتر من كذا طريق عندنا ولكن الطرق دي مناسبة ممكن في الدول الاوروبية اكتر او الدول كمان بعض الدول العربية بتقدر تستفيد منها ولكن زي ما انا قلت بس في مصر في مشكلة في الفيزا لانها مقفولة من البنك المركزي اعتقد حسب العلم يعني مع العملة الموجودين معايا ومع تستفيد بالترانسفير البنكي ولكن في ميزة مهمة وبرضو ميزة دي ممكن تقدر تعملها وانت في مصر ما فيش اي مشكلة خالص وهي لو جينا هنا هنبص نلاقي في حاجة اسمها بي تو بي بي تو بي خلاص هندوس على بي تو بي بي تو بي دي اسهل طريقة وافضل طريقة تقدر ان انت تخرر فلوسك من على المنصة تمام فانت حضرتك ممكن لو لديك اي فلوس هنا بيتيجي هنا مثلا بتقول سيل انا بطبع لاني في دولة اوروبية فالموضوع عندي مختلف شوية هتلاو ارقام مختلف هغيركم انتم هتلاو الطبع في مصر بالجني المصري اوكي فدلوقتي زي ما احنا شايفين فيه ناس كتير هنا بتعمل بالنسبة لها سيل اللي انت محتاج تعمله السيل وبتنزله عندك بتقدر تستفيد بيه بعد لما تعمل كل المعلومات الخاصة بالرقم اللي انت عايز تطلعه بيبقى فيه مبين شخص عايز يدخل يو اس دي تي على المنصة وانت حضرتك عايز تخرج يو اس دي تي تي بتحط في حسابك البنكي او بتحط حساب الممكن بودا فون كاش لو انت في مصر او في اي دولة تانية مثلا عربية الامارات الكويت كل الدول بمكانها بتقدر تحط المبلغ اللي انت عايزه بيبقى هنا فيه ربط للفلوس موجودة اللي هو الاس دي تي بتحضرتك لغاية لما الفلوس الخاصة بتاعت سياتك تسمع في الحساب بعد ما فلوسك تسمع في الحساب بتبدأ المنصة تفك الربط ده والفلوس بتوصل للشخص اللي هو دخل معاك عن طريق البي تو بي بحيس ان هو عايز يستفيد منك ان اليو از تي موجود على المنصة وحيك بتستفيد ان انت بتاخد الفلوس الخاصة بتاعت سياتك كاش تمام او في اي مكان حسب الدولة اللي انت بتكون موجود فيها طريقة سهلة جدا وامنة وتقدر انك تستفيد منها بالطبع انت تقدر فلوسك تبقى موصوقة موجهة فين وان اتجاه ومفيش اي تلاعب فيها باي شكل من الاشكال يمني جدا في المنصة ان فيها حاجات كتير جدا مهمة فيها اولا ممكن انك تخش في happy friday تمام ودي حاجة بسيطة بتقدر تعمل فيها بعض الحاجات البسيطة بتحل فيها ممكن تعمل شير لبعض الصور بس الخاصة بالمنصة وزي ما انت شايف كده انت ممكن تعمل call وتجمع مثلا اتنين اتنين مثلا دلوقتي مثلا ممكن تجمع اتنين ما يوعد اتنين دولار انا كده جمعتهم خلاص وقي عندي تمام عدرتك هنا تعمل ال انا قدرت احصل على حوالي 6 دولار تقريبا اللي استلمتهم من اللي بعمله دي فايدة كويسة جدا بتقدر كل فترة تخش وتقدر تعمل عليها عملية للجمع تعالوا عشان نتأكد هل انا حصلت على الفلوس دي ولا المنصة دي بتكتب كلام وما بتعمله طيب تعالوا نبص كده دلوقتي هرجع تاني على الحساب الشخص التاعي ولي اكون قهوة من هنا بجيب my assets نبص كده مع بعض انا في الوفر فيو عندي فالوفر فيو احنا هنقول funding account تمام الفاندينج ده اللي هو اول ما بيحولك فلوس او اي حاجة بيتيجي على الفاندينج وتتحط طيب بص كده في الفاندينج ايه اللي حصل تفضل ده نفس الرقم اللي احنا لسه شايفين اتنين دولار اتنين وتمانين سنت هل ده شيء مش ايجابي جيد نقدر نستفيد منه وطبعا نشايف انك تقدر تستفيد منه بحيث كل يوم جمعة او قبل يوم الجمعة او بيبقى هي اهداء اسبوعي بمعنى صح بما انك بتتداول على المنصة بتقدر تحصله وطبعا بيكون واقف حسب برضو تداولك بقد ايه ولكن دايما بيكون في نفس الرقم اللي انتو شفتوه قدامكم دي حاجة عملية انا عملتها لكم عشان برضو تبقوا متابعين طيب في ايه الحاجات المهمة عندنا انا بيهمني في منصة عملية التخزين طيب تعالوا نبص كده على عملية التخزين دي احنا بنستفيد فيها ايه او نقدر نجيبها ازاي طيب احنا جينا الاول هنا في الوفر فيو بتاعي بنوافع الوفر فيو الوفر فيو انتو ممكن تتحولها على فكرة كمان ممكن تتحول للغة العربية لو عايز اوكي فهنيكي هنا شايفين في حاجة اسمها ديع التخزين تمام طيب التخزين ده بتستفيد منه ايه بستفيد منه انه برضو بيعمللي على الاسيتس بتاعتي اللي بعمل لها تخزين بيعمللي انكم فبدل منه الارقام او المحاجة موجودة في المنصة وقفة انا بستفيد بان انا بعمل لها ايداع والمنصة بتعمللي كل يوم برسنت بينزلي على الفلوس بتاعتي طيب انا دخلت على عملات من العملات اللي انا عمل لها عملية تخزين تمام كده فمثلا انا مخزن ICB مخزن LON مخزن XRB مخزن Akita AKITA مخزن اللي هي Casper CSPR انا بحب دايما اقول بالسبلنج عشان لو اخواتي بيدوروا على عملة معينة وهم لسه جداد في المجال فيبقى عندهم خلفية ازاي يقدروا يوصلوا للعملة مش عايز اقول مثلا عملة ريبل فكل هيدور فين عملة مش يعرف يوصلها مثلا او يكون مشكلة في الاسبلنج او حاجة فعشان كده بحب دايما اقول الحروف مفصلة عشان كل شخص عايز اشتري او يهتم بعملة يقدر يوصل ها طيب انا لو هتشوفوا انا اعمل تخزين بسيط يعني انا بعمل يعني انا ما بحبش الاخواتي اللي بيتابعوا الحلقات بتاعتي او متابعيني على التريجرام اني ما بحبش اقول معلومة قبل ما اكون انا قبلكم ايدي فيها انا مجربة قبلكم عشان لما اديكم معلومة تبقى معلومة موصوقة المصدر حتى لما بقول لكم تعالوا اعملوا تعدين سحابي باب انا متأكد من التعدين بابدأ اديكم المعلومة بدل ما اديكم معلومات تكون خاطئة او لينكات او حاجات ممكن يكون عليها او اي حاجة تقدر انها تحتال عليكم فمثلا انا حطيت ادع للعملة تمام هنا ال اي سي بي انا ممكن اعملت لها ادع من يومين مش من فترة طويلة فحصلت على ثلاثة سنت اوكي حطيت ال او ان تمام كده حصلت على حوالي ثلاثة دولار تسعة وعشرين سنت برضه انا حطيت ها ما كملت اسبوع خلاص الاكس ار بي انا حطيت ها مثلا وحطيت مبلغ بسيط برضه وحصلت على سبعة وخمسين سنت تمام الاكيتا بالطبع يعني هي مش لا تذكر بالطبع لكن برضه واخد سبعة سنت تمام كاسبر هي عملة جيدة بالنسبالي وانا واخد فيها حوالي اتنين وخمسين سنت المهم بتاع الكلام مش السنتات اللي انت بتاخد المهم ان العملة دي هل بتطلع بتقدر تستفيد بها بعدين ولا لا في الصعود او اي حاجة هنا بتقدر كمان ان تعمل في اي لحظة عملية ان انت تقدر تعمل كسر للتخزين وبينزلك ال الانكم بتاعك بينزلك بشكل ديلي يعني يومي مش محتاج ان انت تنتظر شهور ولكن في بعض العملات اللي بيكون فيها اتجاه اه اتجاه بتاعها انك لازم تخزينها بأوقات معينة يعني انا مقدرش اعمل كسر الا بعد بالزبط يعتبر اسبوع سبعة ايام ولكن في ميزة مهمة عايز اقولها برضو مثلا لما بديجي نعمل الموضوع ده ايه هي ان انت لو بتعمل تخزين للعملة دي النهار ده على المنصة فالمنصة بتديك رقم كبير جدا يعني انا عايز انت تتخيل انت اشتريت العملة دي مثلا ان العملة دي خسرانة فليكن فيها خسارة تخيل ان المنصة بتديك بيرسنت النهاردة تمام 56.57% مجرد انك بتعملها تخزين لمدة سبعة ايام فاماما كانت العملة دي خسرانة معاك كام هيكون عندك بيرسنت جيد عليها والميزة كمان ان انت بتحصل على العملة كمية بتنزلك من يعتبر من الفلوس اللي بتكسبها بس بتاخدها في عملة وهو ده اللي يهمني ان انا اخد عملة مش اخد فلوس لان التخزين دايما بيكون عملة اهم بكتير من اي حاجة تانية واعتقد ان بالنسبة لكم المعلومة بتبقى واضحة طيب بعض الاخوة بيقولولي بمعلومة مهمة احنا بنحاول الفلوس على المنصة بس مش شايفين الفلوس يعني ما تيجد خش في trading انت مش شايف الدولار اللي تحول بحقي طب اعمل انا لازم اروح جاي هنا ده حاجة اسمه funding account في هنا عندي فلوس نزلت فيه تمام هنشوف ها في دلوقتي احنا ما بين الفاندين وما بين trading عليه فلوس هنيجي في الاول overview معنا هنا خلاص وانا هشوف USDT بتاعي فينه ولكن اروحانة جاي من هنا تاني عايز اقول transfer transfer في account من جوة account مش خارج account خلاص انا ما عنديش ptc ولكن هقول له transfer بتاعي عايز USDT خلاص هو هنا هيسألني يقول لي او انت عايزه من funding account للتريدين ولا عايزه من ايه لإيه فانا هقول له او لا انا عايز من التريدين account تمام كده للfunding هيقول لي sorry انت ما عندكش رصيد تمام او ما فيش هنا رصيد طيب نفس نفس الرقم بالنسبة لك انت ما بيجي لك رقم من بره بتحول المحفظة المحفظة جالك 1000 دولار 2000 نفس الطريقة هتعملها هي هي بتيجي عند هنا assets transfer بتروح جاي هنا بتشوف الرقم موجود بتحول على trading mitrading تحول على funding كل ده مجاني بالطبع انت بتعمل تحولاتك داخل المنصة اللي انت بتيجي في الماركت تمام كده ونقف نشوف ايه اللي موجود عندنا في الماركت تمام فايد الماركت دلوقتي في حاجات كتير ممكن نستفيد منها ايه هي انا بالنسبالي يهمني حاجة معينة في الماركت في الشراء والبيع ان انا بشوف الاسعار اللي موجودة وصلنا فين بدأنا فين واقفين فين ايه الاسعار اللي موجودة عندي بقدر اطلع بشكل مباشر زي الماركت كاب دلوقتي ايه الصعود اللي موجود مثلا في البيتكوين هل الاسريام في صعود والله بوت هل في اي حاجة موجودة عندي بقدر اخد انفورميشن عامة عن الماركت بالكامل بيبع عندي حاجات كتير مختلفة زي سبوت زي فيوت عندي حاجات كتير انا دايما بفضل لما نيجي نشتري دايما نيجي على ودايما بحب ان اخواتي لما تيجي تشتري تشتري عن طريق حاجة واحدة بس وهي اللي اسمها الليمت الليمت هو ازاي تعمل الشرة انا برجح دايما من الليمت ما برجحش ان انت تلعب في اي حاجة تانية سواء اذا كانت رفعة سواء اذا كان في اي اتجاه الكلام ده كله جير مفيد ويخسرك كتير على اي منصة بالطبع مش بس هنا في اي منصة فلازم تبقى مهتمة جدا وانت بتشتغل انك تكون بتشتغل صح وفي اتجاه سليم انا بالنسبة لي المنصة مريحة هتقدر تخش في حاجات كتير جدا قسم الدعم الفني قسم جيد تقدر تستفيد من عروض كتيرة في اللينك اللي هيكون موجود تحت في تقدر تاخد جيد او لما تحمله من القناة واتمنى اني تقدر تتعامل معها في update نزل جديد على المنصة الupdate ده هتلاقيه شغال في الابل دلوقتي كويس جدا في الاندرويد لازال في تحسين موجود عشان كده ممكن وانت بتسطب من خلال التليفون يبقى في بعض التعليق او ان انت ما تقدر ش توصل للدخول ولكن ده بيتعمله update خلال يومين التلاتة الجايين دول ولكن التعامل زي من شايفين انا اندرويد برضو بس شغال قدامك على المنصة جميل جدا بيع شراء كل حاجة شغال قدامنا مفيش فيها اي مشكلة خالص زي ما انت شايفين وشغال بشكل طبيعي وجيد فلو انت عندك اي حاجة تقدر ان انت تعملها هتقدر ان انت تشتغل من عبال لما تقدر تحمل اللي يقدر يساعدك ان انت تتعامل من التليفون انا يعتبر معظم اهتماماتي في ال او كي اي اكس قلتها لكم ولكن يفضل اهم حاجة ودي دايما اللي قاعد لغاية اخر الحلقة ولي بيستفيد بيها مش اللي بيسمع بوز ويسيب الحلقة ويمشي النهاردة ايه اللي بيميز او كي اي اكس اي اللي بيخلينا ان احنا نقول يا جماعة انا عايز اشتغال على المنصة دي تمام طيب تعالوا كده لما نقف في الماركت او هنقف في تريدين بلاش الماركت خلاص هنقف في تريدين كده وهقول لكم حاجة بسيطة احنا بدأنا على تليجرام مضاربة مع اخوتي تمام على عملة اسمها اكيتا تمام فتيجوا نبص كده نروح كاتبين هنا اسم العملة تمام اكيتا هتلوني انا احطتها مميزة تمام العملة دي مش هتلاقيها في المنصة زي باينانس اعتقل انها مش موجودة يعني تمام ولا هتلاقيها على منصات كتير تانية وفي بعض منصات بدون ذكر اسم منصات محتلة انا مرجحش ان انت تشتري من عليها العملة هنا الميزة الفعلية على اوكي اكس بتديك اسبائية في انك توصل لعملات العملات دي عملات مهمة تقدر تحقق منها ربحية وتقدر تحقق منها مكسب كويس تمام قبل صدرها في منصات تانية وليكن زي باينانس لان باينانس ما بتنزلش الا العملات اللي هي خلاص يعني فيها يعني بامب كبير ففي الحالة دي انت بتكون فقدت وخسرت الاسبائية اللي احنا منتكلم عليها تمام كده طيب انا مش محتاج اعمل الا حاجة واحدة بس ايه هي ان احنا نقدر نقول ان احنا موجودين في اتجاه واحد واتجاه كويس بالنسبة لنا على المنصة كل ده نقدر نشوفه في عملات كتير ونقدر ان احنا نوصل فيه الاتجاهات جيدة والاتجاهات مفيدة يامني قوي ان احنا نتعامل مع المنصة ندرسها وبعد ما نطلع عليها بشكل جيد جدا لو اي في استفسار هتكتبولي كومنت او تكتبولي في التليجرام ونقدر ان احنا نتكلم مع بعض ونتشاور ونشوف الاتجاهات اللي احنا عايزين نعملها ايه وبإذن الله اي معلومة تقدروا محتاجنا اقدر اعملها لكم بإذن الله هتمنى انتم استفدتم من الحلقة وانها تكون حلقة بسيطة وسهلة وبإذن الله نتمنى ان يكون عندنا صعود جيد وانا باتكلم معك بدأ البيتكوين ينزل تحت ال39700 فهو زي ما احنا قلنا هيبدأ يزور ال35 اهدو ما فيش اي مشكلة خالص واهم حاجة عندي ما تبعش بخسارة اي حاجة ذات اهمية ما تبعش بخسارة اعتقد الكلام واضح تحياتي لكم جميعا واتمنى بإذن انتم تستفيدوا من الحلقة النهاردة ومعاكم في اي سؤال انتم لو محتاجينه وتحياتي لكم واتمنى ان الكل يكون مستفيد وبتمنى في النهاية اننا نكون وضحنا الفكرة ما تنسوش تدعمونا بكومنت وشير ولايك للقناة ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول واتضيفوا قناة تليجرام المجانية اللي تقدروا تاخدوا منها كل الاشعارات لو في اي مشكلة خاصة في محفظة اكبر من تتواصل معنا عن طريق الواتساب هنحاول نتشاور معاك ونحللك كل المشاكل اللي انت موجودة عندك ما تترددش في الاستشارة دمتم في امان الله ورعايته كنتم مع قناتكم كريبتو نت بيتكوين دللكم في عالم الربح في سوء العملات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته